ومن حقك حتى أنت سيد قفوة قرباج كلمة للصندوق أنا قلتها عهد المرشح الواحد زال الآن لي جيت كنا عايشين فيه يعني في سنة دي قليفات طبعا أنا شخصي أنا أنا تلقي تعليم أمر من الوزير أنا داك قال ما تترشح ليك أنت لي أنا شخصيا يكلمك الوزير وزير سابق وزير الشباب ورياضة من هذا الوزير اللي كان في دي ميل دي سات ولد علي طبعا كان كلمك عن طريق الهاتف وقال لك ما تتقدمش ما تتقدمش ترشح وأنا ذاك الوقت قلت أنه أنا ما عنديش حق نترشح لأنه ما عنديش حق ندير الكيمير كما يقول ورأني موظف وبالتالي ما عنديش حق نترأس جمعية بحجم الاتحادية وأنا عندي منصف يعني المكالمة هذه هي اللي منعاتك بشي تقدم لا تمنع لي أنه خلاص لما يقول لك وزير في الدولة يقول لك ما تترشحش ما كلش حتى هذا كان حاب عندك طنبو حتى هذا اليوم نطوي وهذه صفحة ولا واحد يقدر يقول لك ما تترشحش لا أنا أنا أقول لك الآن انتهى عهد اليوم عندنا عهد جديد المان اللي عنده برنامج وعنده برنامج وعنده كفاءة يترشح والكلمات ترجع لأعضاء الجمعية العامة